موسيقى ازايقين يا اصحابي عامين ايه؟ النهاردة يا اصحابي هنحكي حكاية اللي لقيتها بتقول الذي يحبني اظهر له ذاتي يوحن 14 آية 21 ودي اصحابي بتحكي ان كان فيه مرة من الايام حاكم مدينة كبيرة قوي وكان على طول يا اصحابي يحقق كل حاجة لشعب المدينة دي اي حاجة عايزينها الشعب يحققها لهم اي حاجة بس يحس لو عايزينها يجيبها لهم ففي يوم يا اصحابي اتعرضت المدينة دي لجيش من برا المدينة عايزين يحتل المدينة دي من الاعداء وعايز ياخد الشعب بتاع المدينة دي قسرة عنده فبكده يا اصحابي لما عرف ان شعب اتاخد قسرة في ايد الاعداء دول هو بصراحة اصحابي زهل قوي ومورداش يسكت اتتمع بكل الرؤساء المدينة اللي عنده وقال انا لازم اعمل حاجة فبكده يا اصحابي اخد قرار ان هو لازم ينظم جيش جديد علشان يخلي كل الاسر اللي هي كانت عنده دي قت عند الاعداء يخلي يرجع له تاني شعب وعشان يحقق لهم كل اللي هما عايزينه لان يا اصحابي هناك كان كل حاجة يطلبوها من ايد الاعداء يرهم لأ مش هتاخدوا اي حاجة احنا اسرينكم عشان نشغالكم عبيد ومالاش ده احنا لازم نعملكم وحش فبعدين يا اصحابي اخد يا اصحابي زي ما قلنا الجيش اللي هو اللي عمله علشان ملك الصارح ده اخده واخدوا الاعداء وكده يا اصحابي انتصر على الاعداء عشان هو كون جيش لنفسه رح انتصر على الاعداء واخد كل شعب واللي كان شغال اسير وعبيد عند الاعداء دول يرجعوا البلدهم هم فرحانين وبيقى يا اصحابي اي حاجة هم عايزين حقق اهلهم اي حاجة هم نفسهم فيها يجبها لهم فكده يا اصحابي بالزبط زي ملكنا يسوع المسيح ازاي هو فدانا على الصليب ومسافك دمه من اجلنا فاحنا كده يا اصحابي لازم نتعلم ان هو ده ربنا لما شفنا يا اصحابي اللي احنا في قبضة ابليس وفي النار لما كنا مع فخطية ادم وحاول عملوها قال انا مينفعش اسقط لما هو عرف كده وشاف كده احنا مهناش عليه اصحابي قال انا لازم اعمل حاجة فنزل يا اصحابي وتجسد على صورة انسان وفدينا على الصليب فشوفوا قد ايه يا اصحابي ان ربنا ضحق بابن الوحيد ورجعنا السماء فوق يا اصحابي وبكده يا اصحابي خلصت حكايتنا النهاردة واستنوني المرة الجاية بحكاية جديدة انا جاية باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة